اشتركوا في القناة يبدأ من اليوم 30 الشهر 30 سبعة ولا غاية احنا منقول لا سبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني منعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس لظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي راح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو المسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء باي عمل جديد او توقيع عقد او اعلان خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بالفترة هاي الا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار اما بالنسبة لخلو المسار فعنا اول خلو مسار راح يكون اللي هو انتقال القمر من القوس للجدي راح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو راح يكون في تمام الساعة اتناش وسبعة دقائق من اول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة 11.58 دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني راح يكون من الجدي للدلو راح يكون يوم اثنين ثمانية راح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا راح انبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة بتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية راح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل راح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة واحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا اله او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي راح تكون لأسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات فلازم انه نذكرها اول زاوية هي راح تكون زاوية التقابل يوم واحد ثمانية راح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية راح تكون تقريبا ساعة عشرة واحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية راح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية راح تكون تربيع بين الشمس واورانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما انه حكينا عنها في الايام الماضية الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوقها دولا ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي راح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي راح تكون بين الشمس اورانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة راح تكون يوم اربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل اي شيء اللي هو علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو علاقة بالمال والعلاقة بالامور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو راح تكون فيها نوع من النوع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا راح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل شو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا من نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لان هاي الها تأثيرات على الافراد برضو زوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية راح تكون هي مش زاوية هي حدث راح يكون انتقال العطارد الى برج الاسد من السرطان للاسد راح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي راح تنتقل لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل ادوار العطارد على الاسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش راح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا منذكر هاي عشان ما بنحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات راح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا منذكر من عيدها ومنأكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لالك شو برجك يعني وشو بتعني لك لالك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج الحمل طبعا اول ما بنا نحكي بنا نحكي عن الشمس وبما انه الشمس موجودي في البيت الخامس اللي اله علاقة بالعاطفة واله علاقة بالحب واله علاقة بالغراميات واله علاقة بالكل الامور هاي وعامل زاوية التربيع وحكينا انه زاوية التربيع هاي رح تكون مع اورانوس وذروتها في خلال الاسبوع هاد فمن بداية الاسبوع لنهاية الاسبوع تأثيرات الزاوية هاي رح تكون واضحة وهاي بتجيب مفاجآت بتجيب حدية بالطباع بتجيب تقلب بالمزاج بتجيب فرض الرأي على الاحبة بتجيب السلطة مرضو والاشياء العنيفة في اشخاص اللي علاقتهم العاطفية ضعيفة ممكن تنتهي بشكل مفاجئ وسريع بدون اي توقعات او مقدمات اي واحد اثنين ممكن تنتهي علاقة غرامية قديمة برضو بشكل مفاجئ في اشخاص رح يدخلوا بخلافات او نقاشات حادة ما بينهم وبين الاحبة اللي هم زي الابناء او الوالدين ديروا بالكم من العصبية والتقلب في المزاج صحيح هذا البيت بالنسبة لالكو بيت قوة ولكن بالنسبة لالكو رح يأثر عليكو بشكل سلبي اذا ما اتدركتو الامور ومسكتو اعصابكو وما بالغتو جازفتو في كل اللي احنا ذكرنا اهم اشي نكون ما تبالغو بالحضوض اما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة في البيت الثالث ورح تنتقل للبيت الرابع في بدايتها رح تكون تأثيراتها على مستوى تنقلات وحوارات واتصالات ومقنع بتكون بشكل قوي ولكن فجأة من انتقالها على طول الخط انت رح تحس انو الاجواء تغيرت فرح يكون يوم 7-8 التغيير على مستوى البيت واهتمامات عائلية وممكن فرحة تصير على مستوى البيت او حدث عائلي معين مفرح او امور الها علاقة بالعقارات او ترحال او شراء بيت جديد او اهتمامات عائلية بتكون كثيرة اما بالنسبة لعطارد عطارد من البيت الرابع رح ينتقل للبيت الخامس فبما انه برضو الانتقال هذا وعطارد برضو رح يدخل في زاوية التربيع ولكن مش بالاسبوع هذا بالاسبوع القادم ولكن تأثيرات ضعيفة بتكون موجودة عليه اهتم بامور البيت والتواصل ولكن بتصير قدرة على الامور العاطفية او التعاطف او تستغل بعض الظروف لصالحك بلاغة بالكلام فصاحة بالحديث ومقنع بتكون جدا بالفترة هاي فممكن تجرب حظك في مسألة معينة ولكن بدك تنتبه ما في داعي للمغامرات بسبب زوايا اللي بتتشكل مع الشمس اما بالنسبة للمريخ اللي موجود عندك في البيت الاول فهو بيضغطك بالعصبية والحدية والتوترات الانفعالات الضيق يعني الشغلات هاي اللي بتصير بشكل مفاجئ وبتحدث عندك تقلبات عنيفة بالمزاج من لحظة لا اخرى فاهم اشي انك انت تمسك نفسك من العصبية ومن اصدار القرارات والفرامنات بالفترة هاي اما بالنسبة لالجدي طبعا ما زال موجود هو الكواكب كلها هاي اللي موجودة بالجدي المشتري وبلوتو وزحل اللي بيتراجعوا في البيت العاشر فهدولا بيأثروا عليك بشكل سلبي على اشي العلاقة بالعمل او مع زملائك بالعمل او امور اللي لها علاقة بالسمعة فبدك تحافظ على الثلاث هدول فما تدخل وما تجازف بايشي مشبوه بالفترة هاي ما تخالف القوانين وما تندفع وما تتهور اما بالنسبة لانبتون اللي في بيتك 11 فتقريبا الاجواء راح تكون اللي هي الوساوس اكثر اشي ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالحدية او بالتقلب بالمزاج او اشياء لها علاقة بتأخير عمل معين او ما تقدر تنجز كل الواجبات اللي عليك وبرضو بتعمل اشياء لها علاقة بالتقلبات الصحية اما بالنسبة لأورانوس اللي في البيت الثاني فهو بعمل تقلبات مفاجئة على المستوى المالي فبدك تدير بالك ما في داعي للمغامرة او المخاطرة المالية وخصوصا خلال الأسبوع هاد حاول ما تجازف بأموالك وما تدخل بأشياء بدون دراسة وبدون تأكيد وبدون يعني أرضي ثابتي وعلوم ثابتي طيب الآن في نقطة حساسة لازم اني انا اذكرها بما انه زاوية التربيع هاي جايب بين الشمس وأورانوس فحكينا انه أورانوس شو بدي يعمل ولكن ذكرنا البيت الخامس وهو الو علاقة في منطقة الصدر عندك بدك تكون حذر من اي اعراض اللي علاقة بالصدر واللي عندهم مشاكل بمنطقة الصدر أو البنكرياس يعني شوي بدهم يهتموا بصحتهم أكثر يحاولوا ياخدوا حبات مميع نلزم الأمر وإن شعرت بشيء غير اعتيادي يحاول انك تراجع طبيبك خلينا نشوف التوقعات الأسبوعية ايش بتحكي طبعا من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة حكينا انه القمر موجود بالقوس بالفترة هاي بتنشطوا بشكل كبير على مستوى الدراسة السفر الاتصالات وخصوصا الاشياء البعيدة وخصوصا انه القمر رح يكون موجود في البيت التاسع لا اليك فبدعمك بقوة على مستوى الحوار حتى مع جانب او اشخاص خارج البلاد او امور الها علاقة بالاستراد والتصدير بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون هناك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية ولكن زي ما حكينا حاول انك تضبط اعصابك من الانفعلات والعصبية اما من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في برج الجدي حتى مساء يوم الاحد فبتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم اثبات جذارتكم والمحافظة على انجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي ان اشتدت الضغوط حاول انك تبرر عملك واظهر مهارتك بالحوار ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وانت طباعك وافكارك شوي مشتتة وعصبي في نفس اللحظة حاول انك انت شوي تبعد او تتجنب الغضب والاضطرابات من مساء يوم الاحد بيكون القمر صار في الدلو حتى صباح يوم الاربعاء ابتنشطوا بين الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة ابترتاح الى جانب الاصدقاء والزملاء حاول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا او عائليا ابتكثر في الفترة هاي الاتصالات والمواعد من صباح يوم الاربعاء وحاد بيكون القمر موجود في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة ابتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة واضف هدوء الاجواء لاعادة وللتخلص من الامور اللي ممكن انها ما تفيدك تتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه شخص بشكل استفزازي اهم اشي ما تبدأ بالفترة هاي بشيء جديد فترة مخيبة وخاسرة من ظهر يوم الجمعة والى ما بعد القمر بصير موجود عندكم ثقتكم بانفسكم بتصير كبيرة بعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الامور العالقة بتسمع جواب كنت تنتظره اهمش انك تتحرك وما تنتظر وما تنتظر ان الفرصة تجي لعندك بل اذهب انت بحث عنها وما تضيع الوقت يعني هاي الفترة بتحمل لك بداية جديدة هايك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء